في مجالنا اليوم جادل نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية ليبيا حراك سياسي على أكثر من محور تصاعد توتري بين أديسة بابا وأقليم التجراي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجال معكم فيها عصام نجاح وبدايتنا بالعنوين الانتخابات الأمريكية جدل بشأن فرز الأصوات في ولايات حاسمة والخيارات القانونية لحسم النتائج مطالبات بإصدار قرار أممي داعم لوقف إطلاق النار في ليبيا وجولة ثالثة من الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية استمرار الصراع في إثيوبيا بين الحكومة الفيدرالية وإقليم التجراي وأبي أحمد يتواعد بمزيد من العمليات نستهل مجالنا من ملف الانتخابات الأمريكية حيث أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه سيتوجه إلى المحكمة العليا للاعتراض على عملية فرز الأصوات والمطالبة بوقف التصويت بعد إعلانه الفوز بهذه الانتخابات متهما الديمقراطيين بمحاولة سرقتها في الوقت الذي عبر فيه منافسه جو بايدن أمام مناصره عن ثقته في الفوز ما يفتح الباب أمام سيناريوهات كثيرة لحسم مصير الرئيس الجديد للولايات المتحدة للسنوات الأربع القادمة تفاصيل أوفى لدى الزميل أيمن جاد تفضل أيمن شكرا لك عيسى على مدار داريخها شهدت الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات شابهة تنافس ملتهب بل وأعمال عنف وعدم ثقة في نتائجها ففي عام 1968 أغتيل روبرت كينيدي أحد أبرز المرشحين وبعدها بأكثر من 44 عاما أصيب المرشح تيدي روزفالت الذي أصبح رئيسا بعد ذلك بطلق ناري في صدره بينما كان يلقي خطابا في ولاية ويسكنسون بل وحتى اليوم لا يزال المؤرخون يتجادلون حول منفز حقيقة في انتخابات عام 1876 من المرشحين الجمهوري روزفورد حايس والديمقراطي سامول تيلدن وبالرغم من ذلك نجحت الولايات المتحدة دائما في الحصول على موافقة الخاسرين في انتخاباتها الرئاسية وإقرارهم بهزيمتهم حتى في خضم الحرب الأهلية الأمريكية غير أن الوضع الحالي ربما سيمثل سابقة في التاريخ الأمريكي حال رفض أي من المرشحين الإقرار بهزيمته وتلك مخاوف عززها من قبله تشكيك ترامب في عمليات التصويت عبر البريد وعدم تعاخده باحترام نتائج الانتخابات إضافة إلى إعلانه التوجه إلى المحكمة العليا لحسم المسألة بعد ساعات من إعلان فوزه بعكس ما تشير إليه النتائج الأولية التي تظهر تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في السباق الانتخابي فبيانات التصويت حتى الآن تظهر أن الديمقراطيين صوتوا عبر البريد بأعداد أكبر بكثير من الجمهوريين في ولايات مثل بانسلفانيا لا تزال عمليات فرز بطاقات الاقتراع التي وصلت عبر البريد مستمرة ومن المتوقع أن تذهب بأصوات الولاية العشرين لصالح بايدن المتأخر فيها حاليا إن حصل أي تغير في المسار الحالي ومع تقارب النتائج قد يؤدي الأمر إلى التقاضي بشأن إجراءات الاقتراع وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف وهي المحكمة التي يتمتع فيها الحزب الجمهوري بأغلبية مطلقة كما حدث في انتخابات فلوريدا عام 2000 عندما فز الجمهوري جورجو دابليو بوش على الديمقراطية ألغور بفرق 537 صوتا فقط بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز أما إذا تقرر عدم عصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي فإن ذلك من شأنه أن يؤدي الانتخابات طارئة بموجب التعديل الثاني عشر من الدستور الأمريكي وهذا يعني أن مجلس النواب سيختار الرئيس المقبل بينما سيختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس فيما تجرى انتخابات طارئة أيضا في حالة التعادل بحصول كل مرشح على 269 صوتا بعد الانتخابات كما يمكن أن تذهب بعض المسارات بالانتخابات الحالية إلى طريق مزدود قد لا ينتهي قبل موعد تنصيب الرئيس الجديد في العشرين من يناير القادم بحسب الدستور وبموجب قانون الخلافة الرئاسية إذا لم يعلن الكونغرس عن الفائز بمنصب الرئيس أو نائبه بحلول ذلك الوقت فإن رئيس مجلس النواب سيكون هو رئيس الأمريكي بالإنابة ما يعني أن الديمقراطية نانسي بلوسي ربما تكون هي رئيسة الولايات المتحدة القادمة وتلك سيناريوهات قد تؤدي في أفضلها إلى وقوع اضطرابات وفوضى في واشنطن بحسب ما ستفرزه النتائج بحسب تقارير استخباراتية للمركز المشترك للأمن القومي الأمريكي وهو ما دفع قوة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة لرفع حالة الاستعداد القصوى بين أفرادها تخوفا من صدامات عنيفة بين أنصار المعسكرين الخصمين اعتراضا على نتائج انتخابات أعلن دونالد ترامب الفوز بها وقال عنها بايدن إنه واثق من تحقيق النصر فيها إليك عصام شكرا جزيلا لك أيمن ونرحب بضيفنا من واشنطن الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية الأستاذ مسعود معلوف أستاذ مسعود مرحبا بك هل تعتقد بأننا سنشهد معركة قضائية قد تطول نسبيا في ظل هذا الجدل الحاصل حول نتائج الانتخابات يبدو كذلك الأمر وفق ما قاله الرئيس ترامب بالفام الملآن هذا ليس تعليق أو استنتاج وإنما هذا ما قاله بنفسه الرئيس إنما للوصول إلى المحكمة العليا ينبغي البدء بالمحاكم الأولية وهذا ما فعله حتى الآن باشر به الرئيس ترامب في ولايتين حيث طلب من هذه الولايات بوقف فرز الأصوات كما طلب بإعادة الفرز في ولاية ويسكونسين هناك أمور محقة يمكن أن يقوم بها الرئيس وهناك أمور تعتبر بعض التجاوز في القضايا الأمور المحقة هي عندما يكون هناك تقارب كبير في نتائج الانتخاب يستطيع الخاسر أن يطلب إعادة الفرز في هذه الولاية أو تلك للتأكد من أنه لم يحصل أخطاء ولكن عندما يكون هناك فرق كبير جدا فلا داعي لطلب إعادة الفرز أما الذهاب إلى المحكمة والطلب من المحكمة إيقاف استمرار فرز الأصوات أي أننا نطلب من المواطنين أن يذهبوا وفق الدستور والقوانين المعمول بها أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع وأن يرسلوا أصواتهم بواسطة البريد وهذا أمر قانوني 100% في الولايات المتحدة ويحصل دائما إنما هذه المرة حصل أكثر بكثير من السابق بسبب جائحة كورونا بحيث يتجنب المواطنون الوقوف ساعات أمام صناديق الاقتراع والتعرض للعدوى من هذه الجائحة فالطلب من المحاكم إيقاف عد الأصوات هذا أمر غير مقبول إطلاقا وهو مناف للديمقراطية الرئيس ترامب واجبه حماية الديمقراطية وليس تعطيلها وبالتالي هل تتوقع تجاوبا من هذه المحاكم مع طلبات ترامب أو أنها في مجملها لن يستجب لها أتصور أن المحاكم لننظر إلى الأمر بطريقة سياسية المحاكم هنا هي محاكم معينة أحيانا كثيرا بطرق سياسية هذا الرئيس أو ذاك يعين القضاة في هذه الولاية أو في تلك والرئيس ترامب يتباهى بأنه عين 300 قضاة قاض في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة وهم من المحافظين المؤيدين له قد نصل إلى مرحلة بعض القضاة يؤيدون الرئيس ترامب في طلبه وربما آخرون لا يلبون هذا الطلب حتى لو كان هو الذي عينهم لأنهم يرون أن الأمر غير محق ولا يجوز أن نمنع الذين سأدلوا بأصواتهم بواسطة البريد أن يسمع صوتهم على الجميع أن يسمع صوتهم الأمر عائد لكل قاض بمفرده هل يسعى ترامب بشكل حفيث إلى الذهاب إلى المحكمة العليا؟ هذا ما قاله هو بنفسه قال هذا شخصيا ونبدأ بالمحكمة العادية وفي حال المحكمة العادية رفضت طلبه فإنه عندئذ سيذهب إلى المحكمة العليا وهذا أمر قد يقوم به ويريد أن يقوم به الأرجح لأنه في المحكمة العليا يعرف أنه عنده أكثرية الأصوات خاصة بعد أن عين منذ أسبوع قليلة القاضية أيمي كوني باريت وهي أيضا معروفة بمحافظتها القوية بمواقفها المحافظة وتأييدها للرئيس ترامب عنده في المحكمة العليا عنده ستة أصوات مقابل ثلاثة للفريق الآخر ولكن هل هؤلاء القضاء سيقومون بأعمال مناسبة للرئيس وغير مناسبة للدستور ولحقوق المواطنين الأمر يعود لكل قاضي بمفرده ولضميره ولتصرفه وهنا السؤال عن تفسير القوانين أستاذ مسعود إذا وصل الأمر إلى المحكمة العليا المنطلقات التي ستنطلق منها المحكمة في إصدار قرارها هل هي منطلقات حزبية سياسية يمكن أن يفسر كل قاضي القانون حسب رؤيته أو أن هناك قواعد محددة هذا الأمر قد يحصل ويحصل أحزانا إنما الآن ما يطلبه ترامب منها عندما تصل الأمور إلى المحكمة العليا يكون قد انتهى الفرز لأن هناك المحاكم ستأخذ قراراتها وبعد ذلك يرفع الأمر إلى المحكمة العليا والفرز قائم وإنما ما يطلبه ترامب ويستطيع أن يقنع المحكمة العليا به هو حصول تزوير فعندئذ المحكمة العليا ستطلب إيقاف كل شيء والنظر بالتزوير وربما إلغاء نتائج هذه الولاية أو تلك لإتهام المسؤولين هناك في تلك الولاية بالموافقة وتسهيل عمليات التزوير والغش وهذا هو أمر خطير جدا لأن الموضوع سيتعلى بصلب الديمقراطية وجميع المسؤولين عن عملية الانتخاب في الولايات قالوا أن الأمور تسير بشكل طبيعي وعادي وأن الأصوات تصل ويتم فرزها بمراقبة الجميع ولكن الرئيس ترامب يبدو وكأنه بدأ يشعر أنه لن يفوز سيخسر نعم ربما بدأ بتعطيل العملية وتبرير ربما أيضا تبرير سبب رسوبه في هذه العملية شكرا جزيلا عبر اسكايب من واشنطن الدبلوماسية الصادق والخبير في الشؤون الأمريكية الأستاذ مسعود معروف أعلنت ليبيا اكتشاف خمس مقابر جماعية بمدينة ترهونة جنوبية العاصمة ترابلوس وأضاف مسؤول بهيئة البحث والتعرف على المفقودين أن المقابر الجديدة اكتشفت بمنطقة الربط بمدينة ترهونة فيما أعلن مسؤول بالخارجية المغربية عقد الجولة الثالثة من الحوار الليبي بين وفداء المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق في مدينة بوزنيقة المغربية من المغرب إلى سويسرا مرورا بمصر وليبيا حرك سياسي مكثف وجهود دبلوماسية دولية لحلحلة الأزمة الليبية في ظل صمت ليبي على تحضيرات ملتقى الحوار السياسي المفصلي في تونس تتعدد لقاءات والحوارات قبل أيام من عقاد الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية لوضع خريطة طريق حازمة نحو تنظيم انتخابات في أقرب الأجالة وإنهاء عمر مراحل الانتقال السياسي وفق ما أكدته رئيسة البعثة الأممية بالإناب سيفاني ويليامس وإلى بوزنيق المغربية يعود وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب تبرق لعقد الجولة الثالثة من الحوار الليبي دون أي تفاصيل عن أجندة هذه الجولة أما لقاءات غدامس العسكرية فقد طالبت مجلس الأمن الدولي بقرار يدعم وقفة فقية لقنار في ليبيا مطلب سرعان ما وجد توافقا من الأمنة العامة للأمم المتحدة التي أكدت أن صدور قرار داعم لوقف إطلاق النار سيكون مفيدا لتحقيق السلام والاستقرار الليبي وبين هذا وذاك لا تزال زيارة مسؤول حكومة الوفق الليبية تجري بوتيرة متسارعة بين دول عربية فبعد زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى الدوحة حل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتح بشغى بالقاهرة وتزامنت معهما لقاءات غير معلنة بين مسؤولين ليبيين من طرفي الصراع الليبي في المغرب فيما رحبت موسكو بقرار رئيس المجلس الرئاسي فيز سراج سحب استقالته من منصبه ورغم التفاول الأممي والتشجيد على ضرورة أن ينتهي ملتقة ونس إلى تحديد تاريخ للاستحقاق الانتخابي لا يبدو التوافق بين الفرقاء الليبيين في تقسيم الرئاسات الثلاث يسيرا وقريبا واستستمرار التجاذبات السياسية والإقليمية التي امتدت لسنوات طويلة وأن أرحب بضيفنا من العاصمة الليبية رابلس الباحث السياسي الأستاذ سنوسي إسماعيل أستاذ سنوسي مرحبا بك على مدار الشهر الفائت ولا يزال الملف الليبي يشهد حراكا سياسيا وديبلوماسيا مكثفا من بوزنيقة جنيف كدامس وأيضا بوزنيقة من جديد ما الذي يطبخ سياسيا تحيي لك طيب وليا كل المشاهدين الكرام طبعا نعلم جميعا بعد الانتصارات التي حققتها قوات الوفاق على حفتر وطرده إلى 500 كم حفتر بفضل طبعا التحالف الليبي التركي وطبعا تم طرد عصابات الفاقنر التي كانت تسيطر على جنوب ترابس وترهونة وأسفر ذلك طبعا كما ذكرت في الأخبار عن مقابر جماعية وألغام وإلى آخره ولكن لنقول الفائدة الكبيرة في هذا النصر هو فرض وقف اطلاق النار على حفتر نعلم بأن حفتر قد رفض وقف اطلاق النار في موسكو وفر هاربا ورفض أن يتيح المجال للعملية السياسية وبعد هذا الوضع الذي استمر لأشعر تم توقيع وقف اطلاق النار في جينيف وكان هذا قاعدة كبيرة جدا لكي تنطلق منها العملية السياسية في تونس وهي ملتقى الحوار الليبي في تونس وكذلك سهلت أكثر تفاهمات مجلسي النواب والدولة في بوزنيغا وكذلك الجلسة الأخيرة للجنة 5 زياد 5 نعم لجنة عسكرية في غدامس والتي أدت إلى التوافق على خطوات عملية من أجل إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة في السرط والجفرة بالتحديد طبعا نقول بأن هذا الوضع الحالي حقيقة بعث روح من التفاعل بشكل عام في ليبيا وكذلك لدى المجتمع الدولي ولنقل الدول الحريصة على أن تكون ليبيا في حالة استقرار وهذا أيضا أدى إلى تطور في الموقف المصري الموقف المصري الآن أصبح داعم للعملية السياسية وربما هناك تخلي عن فكرة دعم الإنقلابي حفتر لكي يسيطر على الدولة الليبية على ذكر الموقف المصري أستاذ أسنوسي زيارة لافتة لوزير الداخلية بحكومة الوفاقة الوطنية المعترف بها دوليا فتح بشأغا إلى القاهرة ومباحثات مع المسؤولين المصريين هناك ما دلالة هذه الزيارة وما أهدافها؟ أعتقد دلالتها واضحة في كون أن تطور الموقف المصري أصبح يمد يده إلى الحكومة الوفاق الشرعية طبعا المعترف بها دوليا وأصبح ينظر إلى ليبيا ككل ممكن مصر كانت تكتفي بنفوذها على المنطقة الشرقية بحسب حليفة حفتر ولكن أصبحت في الفترة الأخيرة تتجاهل حفتر وتركز على عقيلة صالح باعتباره رئيس مجلس النواب المجتمعين في مدينة طبرق وأصبح لدينا هنا ربما محاولة تقديم شريك سياسي من المنطقة الشرقية لكي يكون لكي يتمضي العملية السياسية إلى الأمام نعلم بأن المنطقة الغربية حفتر هذا مرفوض رفضا مطلقا لا يمكن حقيقة التفكير في أي صفقة أو ربما مع حفتر حتى وقف اطلاق النار هو في الواقع الأمر وإن كان هناك فعلا خمس ضباط يتبعون لحفتر ولكن الدور المصري والتركي والروسي والأمريكي والألماني هو الذي أدى إلى أن يوقع الضباط خاصة الذين يقودهم حفتر على هذا الاتفاق لأنه أصبح خارج العملية السياسية بهذا الشكل بعد عدواني على ترابلس وبعد هزيمته تنقيه الهزيمة الجزئية لنقل ليست هزيمة كلية لأنها لم تقضي عليه بالكامل ولكن هذا هو الوضع في ليبيا وقف اطلاق النار عملية سياسية وأمال معلقة على الملتقى السياسي أو ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس والذي يفترض أن يشكل حكومة واحدة ويوحد مؤسسات الدولة هذه تفاهمات أو تبلور اتفاق ما موقع التفاهمات مذكرتي التفاهم التي وقعتهما حكومة الوفاق الوطنية الليبية مع الجانب التركي أنا نقول لك بأن هذه المذكرتين سواء كانت الاتفاقية البحرية والتي تم ترسيم الحدود وتم تسجيلها في الأمم المتحدة وهذا موضوع منتهي وأصبحت لدينا الاتفاقية الأمنية الاتفاقية الأمنية واتفاقية موقعة بكل تأكيد بين حكومتين حكومة تركية وحكومة الوفاق الشرعية المعتربية الدولية في ليبيا وأصبحت لزام على الدولة الليبية أن تلتزم بهذه الاتفاقية وهذا الأمر تم التفاهم فيه على النحو الآتي هو أن المرحلة التمهيدية لا يتم الحديث فيها عن أي اتفاقيات وقعتها حكومة الوفاق كل الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق ستكون اتفاقيات ماضية ومستمرة إلى حين المرحلة الدستورية التي ستكون يفترض أن يكون فيها دستور ويفترض أن يكون فيها مجلس نواب منتخب حينئذ يمكن لمجلس نواب منتخب وفق دستور مستحدث أن ينظر في الاتفاقيات. ولكن الأمر على هذا النحو. الآن نحن في حالة لنقل استعادة الثقة بين الأطراف. وبالتالي فإن توقع خاطئ أن يتوقع أحد من حكومة الوفاق أو من الحكومة التي ستأتي بعدها. على نقل الطرف الذي يمثل المنطقة الغربية التي تراهن على الحكم المدني. وليس كما يراهن حفتر بسيطرته المسلحة على منطقة الشرقية. وأنا لا أقصد كمناطق ولكن أقصد كسيطرة. سيطرة حفتة على منطقة الشرقية بكل أسف هي التي تظهر كأن المنطقة الشرقية تريد الحكم العسكري. وأنا في اعتقادي بأن أهلنا وشعب الليبي في المنطقة الشرقية أيضا يريد الدولة المدنية. ولكن على كل حال هو هذا الوضع سيتم تشكيل حكومة جهوية مشكلة من الغرب والشرق ومن الجنوب. أعتقد بأن هذه الحكومة ستلتزم بالاتفاقيات تتوقع حكومة الوفاق. وهذا على الأقل سبب هو الحفاظ على التوازن لكي لا يكون هناك مخادعة جديدة. أو عودة لمغامرات هناك. جزيلا من العاصمة الليبيت رابلس الباحثة السياسية. الأستاذ سنوسي إسماعيل. يتواصل الصراع في أقليم تيجراهي الشمالية إثيوبيا بعد أن قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن الجيش سيقوم بتنفيه. وفي ذي المزيد من العمليات هذا الأسبوع. ردا على هجوم مميت مزعوم على قاعدة عسكرية من قبل الحكومة الأقليمية. هذا فيما لا تزال الاتصالات مقطوعة في أقليم تيجراهي بعد توقف الخدمات عقب إعلان مكتب أبي أحمد عن الهجوم والعمل العسكري صباح الأربعاء. وهو ما يشكل عائقا أمام جهود التحقق من رواية الحكومة الاتحادية الإثيوبية للأحداث. حالة من الزعزعة والفوضى تثير مخاوف المراقبين من نشوب نزاع طويل ومدمر يهدد الاستقرار الهش وقد يمزق الدولة برمتها. هكذا يبدو المشهد في إثيوبيا الآن. فبعد تفاقم التوتر في الأسبوع الأخيرة بين الحكومة الفدرالية في أديسا بابا وحكومة إقليم تيجراهي المعارض، يخرج رئيس الوزراء آبي أحمد ليعلن رسميا إطلاق عملية عسكرية في الإقليم الشمالي. إضافة لفرض حالة الطوارئ فيها لمدة ستة أشهر، الأمر الذي وصفه قادة الإقليم بأنه لعب بالنار، محذرين أديسا بابا من نشوب حرب شاملة، ومعلنين في الوقت ذاته حالة التأهب القصوى. هذه الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها أديسا بابا تأتي إثر اتهامتها لجبهة تحرير شعب تيجراهي الحاكمة للإقليم بشن هجوم دام على قاعدة عسكرية للجيش هناك. وهو ما أنكرته حكومة إقليم تيجراهي التي قالت إن القيادة الشمالية للجيش الاتحادي انشقت وقررت الوقوف إلى جانب شعب تيجراهي. الصراع بين الفرقاء تفاقم عندما رفض قادة الإقليم قرار تمديد فترة ولاية نواب البرلمان الفيدرالية. لكن تحدي حكومة تيجراهي لحكومة أديسا بابا في إجراء انتخابات بمنطقتهم في سبتمبر هو ما أشعل فتيل الأزمة. يقع إقليم تيجراهي شمالية إثيوبيا، ويمثل أبنائه نسبة كبيرة من أفراد القوات المسلحة، وقد هيمن سكانه على السياسة الإثيوبية منذ عام 1991، لكن نفوذهم تضاءل منذ تولي أحمد مقاليد الحكم عام 2018، حيث اعتقل الكثير من كبار المسؤولين المنحدرين من تيجراهي أو أقيلوا أو همشوا. وينضم إلينا من لندن الدكتور علي هندي، مسؤول واحدة دراسات القرن الإفريقي في مركز التقدم العربي للسياسات. دكتور علي مرحبا بك. هناك مخاوف من نشوب نزاع عسكري طويل الأمد ما بين الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا وما بين حكومة أقليم تيجراهي. يهدد لاستقرار الهش بالأساس بين الجانبين. ما رأيك؟ المشكلة في إثيوبيا وهي أن تمرد إقليم تيجراهي وليس كأي تمرد آخر ممكن تقوده حركة مثل حركة تحرير أورومو. التي تقود عمليات عسكري بين الحلوة الأخرى. إقليم تيجراهي وحكومة إقليم تيجراهي والتي يقود أحزج جبهة تحرير تيجراهي كان على رأس حربة اتلافة الذي حكم إثيوبيا لمدة 27 عاما. وبالتالي هو موجود في مفاصل المؤسسة العسكرية بشكل قوي. وكثير من المؤسسة العسكرية والترسان العسكرية يحتفظ بها الأقليم بحكم أنه يحاذي أريتريا. التي دخلت معها أثيوبيا في حرب حدودية عام 98. واستمرت حالة الحرب واللاسل بين الدولة. وبالتالي حل المثألة ليس لن تتم في تصوره في إطار تمرد يقوده مجموعة صغيرة. بقدر ما أنه حرب قد تطول مداها. وقد يتم توسيع رقعة المعارك وتنتقل من منطقة إلى أخرى. وتصبح مثل حرب الاستنزاف. وقد تضطر حكومة قليم تيجراهي إلى استباع استراتيجيات كثيرة. مدفوعة بجغرافيتها التي تعاني من أنها تقع وسط مجموعة من الأقاليين. لو تم محاصرتها من عدة اتجاهات. فقد تتجلها توسيبتها. لكن النظر إليه في سياق تمرد بسيط يقوده مجموعة بسيطة. هذا غير دقيق. جبتها الاتجاهية هم جوه أثيبي على أثيبي عام 91 على خلفية النضال. قادوه مفعمين بروح وطنية. وأيضا بروح وانتماء للقومية إلى جانب انتماء الأثيبي. بنفس المستوى وإن كان في بعض الحين يغلب على الانتماء الأثيوبي. وهم أيضا يستمدوا مشروعيتهم من أنهم كانوا مركز الحكمة في أثيبيا التاريخية لمدة سنوات طويلة في مدة سنوات في إخسوم. وبالتالي لديهم هذا الانسجام المجتمعي الذي يستطيع أن يقود حرب طويلة المدى. وهنا رئيس الوزراء أبي أحمد واضح أنه اختار الخيار العسكري. أعلن عن إطلاق عملية عسكرية شاملة في الأقليم. وفرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر أيضا في الأقليم. ما تدعيات استخدام أبي أحمد لهذا الخيار؟ عدة خطوات معينة أوصلت الأسران الأوضاع إلى ما هي عليه. أولا العزل السياسي لجبت تحرير تيغراي. ثانيا إقصائهم من الاتلاف الحاكم. ثالثا سحب المشروعية من الانتخابات التي يجروها. رابعا الآن هذا كله كان مخاض تمخض عنه هذا الأمر. المشكلة هو أن أبي أحمد يواجه كثير من الإشكاليات الآن في أثيوبيا. ليس أنتغرا هي جزء من هذه المشكلة. هناك تمرد حالة من عدم الاستقرار في مناطق جنوب أثيوبيا. ولكنه منذ أن أتى لسلطة هذه يمكن في كل عام كانت لديه تحديات. وكان دائما يلجأ إلى محاولة قطع للتصالات. محاصرة الجهة التي يحاول حصارها كما حصل في إقليم الأمهر العام الماضي. ولم يستمر طويلا بعد تمرد قادته مجموعة معينة من الجيش هناك. لكن لو قررناه في سياقة أثيوبيا التاريخية أيضا نجد بأنه أيضا خطابا يحمل صفة رسمية لا يبان وليس لا تميل إلى الحوار. بالحكس قد تستسهم في تصلب الجانب الآخر. وكان هذا حال الحكومة التي بها عادة حكومات التي بها في التعامل مع قضايا الأطراف أو قضايا الهامش. مما كان يصعب عملية الحوار المفاوضة. أبي أحمد هناك حديث بين الطرفين حول المشروعية. من يمتلك مشروعية من؟ يروا بأن قاموا قبل عدة أيام برفض الجنرال والإرغامه على العودة إلى أثيوبيا دون أن يتمكن من السيطرة على القطاع الشمالي. على الفرقة التي تتمركز في القطاع الشمالي في أثيوبيا. والتي لديها عتاد كبير من الأسلحة. وقد تعتبر أحد أقوى فرق الجيش الأثيوبي. وكانت الحجة أننا لا نعترف بحكومة أبي أحمد. لأن حكومة انتهت ولايتها. والبرلمان لم يجدد لهذه الحكومة. وأيضا البرلمان انتهت ولايته. لأن أعضاء البرلمان كانوا قد تم انتخابهم على الأساس انتماعهم لحزاب. الآن ليست موجودة. هناك حزب معين يجب من عودة الانتخابات. وبالتالي لا نقر بمشروعية رئيس الوزرابي أحمد. وهذا قالوه في رسالة أرسلوها لعدة جهات. بما بينها من نظمة الوحدة الأفريقية. وهناك أشكالية في من يعترف بمشروعية من. هذا سيؤدي لتصلب الموقف بين الطرفين في تصوت. شكرا جزيلا من لندن الأستاذ علي هندي الباحث في واحدة دراسات القرن الإفريقي في مركز التقدم العربي للسياسات. مجالنا متواصل مشاهدين لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. بدأ سريان عزل جديد عام في المملكة المتحدة. لمواجهة تفشي موجة جديدة من وباء كورونا. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. إن العزل الجديد سينتهي تلقائيا في الثاني من ديسمبر المقبل. محاولا بذلك تبديد القلق من الآثار الاقتصادية لهذه الخطوة. مرة أخرى يجبر فيروس كورونا إنجلترا على إغلاق اقتصادها. والدخول في نفق إجراءات الحظر لأربعة أسابيع جديدة. إجراءات اضطرت الحكومة لقبولها بعد التصاعد الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا. فرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي وصف سابقا إجراءات الإغلاق بالكارثية سرعان ما تراجع عن ذلك. علينا أن نواجه الحقيقة. وكما هو حال العديد من البلدان الأخرى في هذا الجزء من العالم نواجه الآن ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بهذا الفيروس. لذا يجب على هذا المجلس الآن إقرار الإجراءات التي حدناها في الحكومة والتي ستنتهي صلاحيتها في الثاني من ديسمبر. فمعدلات تفشي الوباء التي تجاوزت الخمسة والعشرين ألفا يوميا باتت تنذر باحتمال انهيار نظام الصحة رغم مضاعفة قدرته الاستيعابية مقارنة مع الموجة الأولى. مما دع البعض للتشكيك بالإجراءات جملة وتفصيلا. أعتقد أن الإجراءات محدودة ومتأخرة وفي نهاية المطاف ستدخل البلاد في دورة غريبة وسيستمر الناس في فقدان وظائفهم. الخبراء الطبيون أقروا منذ أسبوعين بوجوب إيقاف دائرة انتشار الفيروس. لكن الحكومة لم تستمع لهم. كان يتوجبوا اتخاذ إجراء أسرع مما تفعله الآن. إجراءات تختلف هذه المرة عما كانت عليه في الربيع الماضي. فالمدارس والجامعات ستبقى مفتوحة أمام الطلبة ضمن شروط التباعد الاجتماعي. فيما سيكون قطاع الضيافة الأكثر تضررا. فالمقاهي والمطاعم والحانات ستغلق أبوابها وتقتصر خدماتها على التوصيل للمنازل. الحكومة التي شددت على عزمها دعم جميع القطاعات واقتصار الإغلاق على أربعة أسابيع. تشير بعض أركانها إلى أنه قد يمتد لمدة أطول وفقا للنسب تفشي الوباء. فيما تقول الحكومة إنها تحاول كسر دائرة انتشار فيروس كورونا. يرى مراقبون أن قراراتها وإجراءاتها التي جاءت متأخرة ستؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية. لن يسهل رأب تداعياتها على المدى المنظور. حيدر الصافي تيارتي عربي لندن. وينضم إلينا من لندن الخبير في الأدوية واللقاحات الدكتور بلال زعيتر. دكتور بلال مرحبا بك. برأيك ألم يكن هناك أي خيار آخر أمام بوريس جونسون سوى العودة إلى الإغلاق التام؟ هو الخيار الغير محبب والغير محبذ والمكروه شعبيا ورسميا. ولكن لم يكن هناك من بديل غيره. في ظل تفشي كبير. في ظل ارتفاع غير مسبوق لأعداد الإصابات. فاق حتى ما كان مسجلا في الذروة الأولى في شهري مارس وأبريل من هذا العام. لم يكن هناك مناص من العودة إلى الإغلاق. رغم حدوث حالة من الرفض الشعبي والاقتصادي لهذا الإغلاق. إلا أن الجميع يدرك أنه لا توجد هناك العديد من الخيارات أمام رئيس الوزراء بوريس جونسون. هذا الإغلاق يعود في ظل أجواء ثقيلة وملبدة بالمخاوف. نحن الآن في بدايات الموسم الشتوي. والجميع يخشى من حدوث زيادة كبيرة بأعداد الوفيات. كان هناك حديث عن تخطي أعداد الوفيات للبوجة الأولى. التي سجلت فيها المملكة المتحدة حوالي الـ 42 ألف حالة وفاة. وهو رقم مخيف بكل المقيس. فالخوف من ارتفاع عدد الوفيات هو ما دفع رئيس الوزراء جونسون لاتخاذ القرار غير الشعبي في هذه الحالة. هناك حالة إغلاق ستستمر حتى الثاني من ديسمبر. وهناك شبه حالة إدراك أن هناك احتمال كبير أن يتم تمديدها لتغطي. وهذا ما أردت أن أسأل عنه دكتور بلال. يعني أربعة أسابيع من الإغلاق التام. هل هي كافية لكبح جماح تفشي موجة جديدة من الوباء؟ الهدف هو كسر سلسلة العدوى. سيتم هناك تقييم مستمر لأعداد الإصابات. المشكلة هنا أن أي إغلاق أو أي إجراء تتخذه الحكومات ستظهر آثاره الإيجابية. كما هو مرجو بعد مرور أسبوعين. ففترة أربعة أسابيع كما علمتنا التجربة الأولى. الإغلاق الأول في ربيع هذا العام. باعتقاد هي ليست كافية. وأعتقد أنه سيتم تمديدها في حالة نجاحها. دكتور رغم مضاعفة قدرة القطاع الصحي الاستيعابية. إلا أن هناك مخاوف من انهيار هذا القطاع في بريطانيا. بسبب الأعداد القياسية. تقريبا 25 ألف حالة إصابة سجلت في يوم واحد. هل هذا الإغلاق يفلح في إنقاذ القطاع الطبي من هذا الانهيار؟ هذا الإغلاق قامت بالإعاز به والإشارة إليه. هي المجموعة العلمية المسمى بسيج. المجموعة العلمية التي تقدم الاستشارات لرئيس الوزراء. هم عندهم الدراسات الكافية التي من وجهة نظرهم أن هذا الإغلاق سيمكن جهاز الخدمة الصحية الوطنية. الان أجعس من استيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة في الدخول. دعنا لا ننسى أن بريطانيا بشكل عام هي مجتمع مسن. عدد المسنين هنا هو كبير جدا. وهم الفئة الأضعف والمعرضة أكثر للمضاعفات والدخول للمستشفيات. فباعتقادي أن هذه الإجراءات ستفلح في حالة الالتزام بها. والجميع يترقب هذا الإغلاق هو الإغلاق الأكبر في الاقتصاد الأضخم عالميا لغاية الآن. بريطانيا هي خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وهي حاليا الاقتصاد الأكبر الذي يطبق سياسة الإغلاق. وستكون هذه التجربة هي الدليل الهادي للدول الأخرى. التي ستتطبق نفس الإجراء بالتأكيد في حالة تفشي الوباء. دكتور جامعة أوكسفورد كانت تجري تجارب على لقاح ضد فيروس كورونا. إلى أين وصلت هذه التجارب؟ التجارب لغاية الآن إيجابية بشكل عام. الأخبار الواردة أن هذا اللقاح وفر المناعة المطلوبة ويستمر للفترة الكافية. ولكن إلى أن يتم إقرار وإجازة هذا اللقاح من قبل الجهات التنظيمية وهو ما يجري الآن. لا بديل عن اتخاذ الإجراءات الإغلاق بهدف كسر سلسلة العدوى. هنا الإجراءات الحكومية من إغلاق وخلافه تهدف إلى احتساب الحالة الأسوأ أو السيناريو الأسوأ من فشل اللقاح. وهو ما لا يبدو أنه سيحدث. ولكن بانتظار إقرار هذا اللقاح المتوقع في النصف الثاني من شهر ديسمبر. بعد حوالي شهر ونصف من الآن. إلى حين ذلك الوقت. لا بديل عن الإغلاق من أجل كسر سلسلة العدوى المتفشية في هذا البلد. أشكرك جزيلا من لندن. الخبير في الأدوى واللقاحات الدكتور بليل زايتر. استقال رئيس كوسوفا هاشم تاتشي. بعد أن أعلن أو أعلن أن المحكمة الخاصة بجرائم الحرب خلال النزاع الصربي في نهاية التسعينيات أكدت لاتهامات الموجهة إليه. وخلال مؤتمر صحفي قال تاتشي أنه يتخذ الخطوة لحماية نزاهة مؤسسة الرئاسة في كوسوفا. متعهدا بالتعاون الوثيقي مع القضاء. أبرز محطات تاتشي في التقرير التالي. هاشم تاتشي رئيس كوسوفو المستقيل. ولد عام 1968 في قرية بروتشنا بكوسوفو لعائلة ألبانية. وذلك في صربيا الاشتراكية التابعة لغوسلافيا. التحق تاتشي بجامعة بريشتينا حيث حصل على بكاليريوس التاريخ والفلسفة عام 1992. وانتقل بعدها إلى سويسرا لينال المجسير في العلاقات الدولية من جامعة زيوريخ. أثناء وجوده في سويسرا شارك تاتشي في تأسيس جيش تحرير كوسوفو. الذي يعد تنظيماً ألبانياً مسلحاً يسعى لتحرير كوسوفو من صربيا. واتخذ تاتشي لقب أفعى كونية له في داخل جيش تحرير كوسوفو. وعمل مسؤولاً عن تأمين الموارد المالية والأسلحة للتنظيم. إضافة إلى تدريب المجندين في ألبانيا بغية إرسالهم إلى كوسوفو. عام 1997 حاكمت عليه السلطات السربية غيابياً بالسجن عشر سنوات بسبب أنشطته في جيش تحرير كوسوفو. عام 1999 وخلال حرب كوسوفو شارك تاتشي في مفاوضات بين السلطات السربية ببلدة رامبويه الفرنسية لمناقشة وضع الشعب الألباني الذي يشكل الأغلبية في كوسوفو المحتلة من قبل السرب. وخلال المفاوضات أثبت تاتشي جدارته في السياسة وأبدى استعداده لقبول الحكم الذاتي لكوسوفو داخل سربيا في الوقت الذي رفض فيه معظم قادة الانفصالين الألبان أي حل غير الاستقلال. الأمر الذي رفع شعبياته في المجتمع الألباني في كوسوفو الذي عانى من الحروب طويلة الأمد ما دفعه إلى دخول العمل السياسي ليؤسس الحزب الديمقراطي الكوسوفي في أواخر العام نفسه. وفي السابع عشر من فبراير عام 2008 وفي يوم أعلنت فيه كوسوفو استقلالها عن سربيا تولى هاشم تاتشي منصب رئيس الوزراء في البلاد. وبعد ست سنوات من شغل هذا المنصب عين نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية في حكومة عيسى مصطفى. وفي انتخابات عام 2016 فاز في الانتخابات ليصبح رئيسا لكوسوفو التي تعد أصغر بلد في البلقان مساحة. وفي الخامس من نوفمبر عام 2020 أعلن الرئيس الكوسوفي هاشم تاتشي استقالاته من منصبه إثر قبول المحكمة الجنائية الدولية المعنية بكوسوفو في لهاي لائحة بحقه تتهمه بارتكاب جرائم حرب في كوسوفو ولكنه رفض تلك الاتهامات داعيا الشعب الكوسوفي إلى الهدوء. وإلى المجال الرقمي وآخر ما تدوله رواد المنصات لهذا اليوم مع الزميلة رشال حلبي. تفضلي رشال. شكرا لك عيسى. أهلا بكم. لم تغب أجواء الانتخابات الأمريكية عن الشارع العربي بل انعكست في تغريدات الناشطين. فبينما ينتظر بعض العرب الاحتفالة بسقوط ترامب ولا يهمهم نجاح بايدن. ينتقد آخرون الرئيس الديمقراطي السابق أوباما الذي باع السوريين للروس. والجمهورية ترامب الذي حارب بشار الأسد ونظامه بالتغريدات النارية لا أكثر. بعد فرز ميشيغان بايدن رئيسا كما يرى محللون عرب. والولايات المتحدة فقدت تماسكها والقادم أسوأ. سودانيون تغنوا بالديمقراطية الأمريكية وتمنوا أن تصل إليهم بعد المرحلة الانتقالية. لبنانيون علقوا بأنه لا فرق بين من سيترأس الولايات المتحدة فالنتيجة ستكون واحدة. سعوديون اكتفوا بانتقاد طريقة الاقتراع التقليدية في بعض الولايات. إماراتيون ينظرون على المناظرين العرب. قائلين إنه لا يمكن للمحللين العرب توقع مآلات الانتخابات. وهذا حال صحفيين العرب. ينتظرون نتائج الليل في وطح النهار. امتحان للديمقراطية رآه العديد طالما أن مؤيدون يحصرون مراكز للتصويد وتخوف من أعمال عنف. محاولة إيقاف الفرز بولاية ميشيغان بعد التقدم بايدن. رآها البعض تتعارض مع قيم الديمقراطية التي يتغنى بها الأمريكيون. شرطة نيويورك تلقي القبضة على المناظرين. نحو خمسين شخصاً في احتجاجات اندلعت بالمدينة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء. بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية. تعليقات ساخرة وتندر من بعض المغردين العرب على الانتخابات الأمريكية. الآن أصبح جميع العرب خبراء بالانتخابات الأمريكية. ومواطن سعودية تهكم قائلاً انتخابات أيدي اللي مفيش فيها ولا صورة لمواطن شاي الأم العجوزة ولا أبو اللي على كرسي متحرك هو رايح يصوت. إلو حق ترامب يشكك فيها. ترامب لا يمتلك خبرة قال البعض. فلو كان لديه لقام باعتقال بايدن واتهامه بالقيانة والناس مع الوقت تنسه. فاوز بايدن لمصلحة السعودية تندر البعض كون ولي العهد لن يكون مادة للسخرية كما كان أيام ترامب. انتشر مقطع مصور في عدد من المنصات العربية للمستشارة الروحية الرئاسية بولا وايت تخطب في تقس ديني وصلاة الحمسية في مسعى روحي لتأمين إعادة انتخاب ترامب. رسوم كاريكاتورية عديدة أظهرت نظرة العرب للانتخابات الرئاسية الأمريكية نتابع. نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم وعودة إليك عسام. شكرا لك رشاب. أهم الأخبار الأقليمية والدولية باختصار. سفينة الفاتحة التركية تبدأ أعمال التنقيب في حقل تركالي بالبحر الأسود. وأردوغان يؤكد سعي تركيا للريادة في مجالات الطاقة المتجددة. المفوضية الأوروبية تطالب السلطات الإسرائيلية بوقف سياسة هدم المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية. لجان المقاومة بالسودان ترفض دعوة لإتلاف الحاكم لمناقشة تشكيل المجلس التشريعي. وصفة إياها بالألعيب. رئيس تنزانيا جون ماغوفولي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية. مدتها خمس سنوات وسط احتجاجات من المعارضة. وزير الخارجية الفرنسي جان إيفلو دريان يطالب ببناء واشنطن والاتحاد علاقة جديدة عبر الأطلسي بعد الانتخابات الأمريكية. مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار قنبلة زرعت في منزل ضابط حرس لمنطقة شولجارة بولاية بلخ شمالية أفغانستان. قادة النمسا يدعون إلى مزيد من التدابير القانونية لمكافحة التطرف وإصلاح وكالة الاستخبارات الداخلية في أعقاب هجوم فيينا. تحتل زخارف الإسلامية والعثمانية مكانة مهمة في الحضارات. وهي مثلة في الوقت الحالي بأعمال الفنان الإيطالي لويجي بلارين الذي يستخدمها بكثرة في أعماله الفنية. ويتطلع من خلال لوحاته إلى بناء جسور بين الشعوب في الشرق والغرب. يعد بلارين المولود في مدينة البندقية من أشهر الفنانين الإيطاليين الذين عاشوا معظم حياتهم في مدينة إسطنبول. وتمكنوا من المزج بين فنون الشرق والغرب. جميع اللوحات المشاركة في المعرض تقريبا تحتوي عناصر فنية وخطوط عثمانية تمثل المساجد والقصور والحمامات في إسطنبول. العناصر الفنية المستحوات من إسطنبول والإمبراطورية العثمانية والإسلام شكلت على الدوام مصدر إلهام للوحات الفنية. الخيول الموجودة في بعض اللوحات تمثل الحرية والروحانية والتقارب بين البندقية وبيزنطا لكن بإسطنب فني عثماني. إلى جانب الفراشات تحوي لوحاتي كلمات عربية مثل العشق والسلام والحرية. للأسف لا أعرف اللغة العربية لكني أستخدم في لوحاتي الفنية كلمات منها لأنها تجعلني أشعر بأني أقرب إلى الإسلام. اهتمامي بفنو الثقافة الإسلامية زاد بشكل كبير بعد إجراء عددا من الزيارات إلى بلدان الشرق الأوسط. عشت في ثلاثة مدن تاريخية إسطنبول والبندقية والروما. لكني يجب أن أقول إن الأعمال التي أنتجتها في إسطنبول تجعلني أكثر سعادة. لا علاقة بين الإسلام والإرهاب. في الأصل الإسلام ضد الإرهاب. أنا لست مسلماً بل مسيحي. لكنني أيضاً قريب من هذا الدين. أرفض بشدة الربط بين الإسلام والإرهاب. هناك بعض الجهات في الغرب تسعى إلى ذلك. علماً أن الإسلام يحض على التأخي والتعاون بين البشرية جمعاً. أسعى في لوحاتي إلى بناء جسور بين الشعوب في الشرق الأوسط. كما أعرض تماماً أي ربط بين الإسلام والإرهاب. بهذا نأتي إلى ختم مجالنا لهذا اليوم الذي نقشنا فيه الجدل نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية. ليبيا حراك سياسي على أكثر من محور. تصاعد التوتر بين أديس أبابا وأقليم التجراي. شكراً لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله. اشتركوا في القناة